دعت الكويت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للوقوف أمام مسؤولياتهم نصرة للشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة وفي كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها المستشار طارق البناء خلال مناقشة ملف القضية الفلسطينية ضمن أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ناشدت الكويت خلالها أعضاء الأمم المتحدة للعمل سويا لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإجبارها على تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وصولا لسلام دائم وعادل وفقا لحل الدولتين وما يترتب عليه من آثار إيجابية تعزز استقرار منطقة الشرق الأوسط هذا وأكد البناء أن الكويت تدعم كافة الجهود والمساعي التي يبذلها المجتمع الدولي في سبيل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يستند إلى مبادرة السلام العربية وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية مرحبا في هذا السياق بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وأكد ضرورة تطبيق ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين كافة الممارسات الإسرائيلية الرامية للتوسع في بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتشريد الفلسطينيين البناء جدد التأكيد على موقف الكويت المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية والذي يحظى بأولوية مطابقة لغالبية أولويات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وهو أن القضية الفلسطينية قضية شعب أعزل ما زال يعاني احتلالا وحرمانا من أبسط حقوق العيش بحياة حرة وكريمة معربا عن استنكار الكويت استمرار الحصار غير القانوني